السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ مواصلة معكم مع درس اللغة الفرنسية صفحة 26 من كتاب الدروس للسنة الخامسة ابتدائي إذا عجبكم الفيديو ديروا للايك ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد والآن نبدأوا على بركتي الله الفناك الفناك هو حيوان صغير يلعطي دين شا لهو حجم القط يلعصم بكوهو غنار يشبهو كثيرا الثعلب نلعبه اوشي لغنار ديسابر يسمى ايضا ثعلب الريميل ستانيما السواج ابتدان لديزر يعني هذا الحيوان المتوحش يسكون في الصحراء يلعصم دين تيري كرزي دونه سابل يعيشو في جوهور ماحفور في الرمو لفينك ديزر sorte غني الفناك الزراء يخرجو ليتغذى على النباتات يلعصم أيضا دي بتزانيمو يستعد أيضا يلحيوانات الزريرا كم لليزاغ إلي بتليف مثل السحالي والأرانيب السغيرة اوك سي بتتبات يعني بسيقاره السغيرة إل كورويت يجري بسرعة سر ليدون يعني على الكثبان ليلة التكست إقرأ النص وي ريبون او كيسيان ثم أجب على الأسئلة كسكين فينك يعني ما هو الفنك ما هو الفنك وابتيل أين يسكن كم ليلة التكست اكمل بجمل النص الفنك على طايدن يعني الفنك له حجم نا لشيان الكلب لشا القت الفنك رسمبل بكو يعني الفنك يشبهو كثيرا لغازير الغازالة لغناغ الثعل شوازي لابون يعني الخير الإجابة الصحيح كم نألت انسي الفنك يعني ماذا يسمى أيضا الفنك لغناغ دي منتان يعني ثعلب الجبل لغناغ دي سابل ثعلب الرمل رغارد لغناغ رغارد لغناغ انظر إلى السورة ثلوب لغناغ لغناغ ثم جيد جوملت النص او في لفنك أين يعيشو الفنك كمپلت لغناغ يعني وصف الفنك رغن لغن تقراءة النص ثلوب ثلوب ثم في جومنتين بريزان الفنك أتي كامراد قدم الفنك لأصدقائك تيب فغ ان دي سابل تستطيع القيامة برسم فكالان شوفوا الاجابة كس كامفنك يتم بتانيمال هو حيوان صغير وابيتي لأين يسكن الابيط دون لدي سابل يعني يعيشو في الصحران الفنك على طايل دين شاء الفنك رسمبل بكو الرناغ كمان appelتم aussi الفنك الرناغ دي سابل أ shaping هذا الفنك تيب فنك يقد dark دون تصدقائك الفنك فينك الس Ziel لفينك يحسن لزارة وزارة وزارة هذا الفينك يحسن لفينك لفينك يحسن لفينك يحسن لفينك يحسن في جهور محفورا في العرب وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومعا السلامة